أه مظبوط وأنا بكرر لك إياها يا ابن الداخل المحتلية ريتك ما طلعت على الجسد اسمعي أختي أنا ابن الكدس وحامل هوية وعيشت حسادة الاحتلال وأنا أصير محرر وأنا أرفض أي يهود يعيش على أرض هو تكلم عن اليهود وتكلم عن المسيحية وتكلم عن الشركس أي نعم كان يوجد ممالك لليهود كانت في مملكة في الكدس ومملكة في نابلس وفي نابلس ما زالت موجودة اللي هي مملكة اليهود اللي بحكولهم اللي على جبل نابلس هذول ضد الدولة أحسنت وهذول في منهم حتى شخص سوا عمليات ونحبس أربع مؤبدات اسمع كان معي في جلبوع سجن جلبوع اسمع شو اسمع أمير اسمع حول اسمع العربي طبعا وانتمي للجبهة الشعبية ولكن ما أسلم صدقة نادر صدقة اسمع نادر صدقة هو يهود الأصل يقدم عمليات في الجنود وقتل جنود هو يرفض الصهاينة أي نعم في فرق بين الصهيونية واليهودية ولكن حتى لو مع ذلك انت كاعد في أرضي أنا ابن غزة أولى انه يقعد محلك في الأرض أنا ابن الكدس أولى انه يقعد محلك في الشمال أنا ابن الكدس أولى انه يقعد في المستوطنات المحيطة في غناف غزة أنا ابن الكدس أولى انه يقعد في المستوطنات المحيطة في جنوب لبنان وسوريا والجولان ومصر والأردن وكل طوال الطوق انا فلسطيني حتى لو انا يا اخي عايش في الكدس وفيش عندنا نوعا ما مع ان الكدس دائما مشاكل انا في عندي يا زلمة فلسطينية في غزة بموتوا اخوتي تطلع على الجسد بتقول انا عايش انا مع السلام اي سلام تتكلم عنه اذا انت ابن الداخل رائد صلاح على اي اساس تم احتقاله اذا انت ابن الداخل معركة سيف الكدس حرب سيف الكدس في عام في عام الواحد وعشرين الفين واحد وعشرين حرب سيف الكدس لا دي الرملة كدموا شهده ام الفحم حيفا كل الداخل المحتل اول مرة تحرك من اجل غزة واحترم كيادات غزة وانتفض عشان الاقصى بتطلع بتقول تعايش اي تعايش و اي منيح المنيح برا بلدي مش قاعد على عرضي بدك توقف معي اطلع برا فلسطين اطلع على اعلام ناصر الكضية فلسطينية اليوم اذا انت على حق الجند الامريكي المارينز احرق نفسها امام العالم علشان اطفال غزة ومجاعة غزة والابادة اللي بصير في غزة هذا يحترم انسانيا ولكن انت كاعد في ارضي وبتقول لي في فتال عبيب مواجهات في فتال عبيب بتطلع ضد الحكومة انت فكرك في يهودي بحبك انت وكاعد في ارضك في يهودي بحبك